بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة المهداء ما زلنا في يوم الاتنين بنحاول بقدر الإمكان نعل البنى نعل البنى المبنى على نعمة ربنا سبحانه وتعالى اللي وهبنا الحياة وهبنا كمان مستقبل ممكن ننظر إليه ونحسن من حياتنا بشكل واضح فتعالوا نشوف إزاي هنبني حياتنا وحياة أولادنا إحنا بنتعود دائما في كل حلقاتنا أن إحنا نكون متواكبين مع كل لحظات حياتنا لأن إحنا متفقين اللي هيبني لو ما بناش هو مراعي السياق اللي هو بيبني فيه هو في الحقيقة مش بيبني هو الحقيقة بيحط عقبات وإحنا عشان نبني الإنسان عندنا ونبني حياة أولادنا وحياتنا لازم نكون مراعيين السياق اللي إحنا فيه ومن أهم الحاجات اللي احنا لازم نرعيها السياقات المختلفة اللي بتمر في السنة الوحدة زي السياق مثلاً إن احنا خلصنا الدراسة وبدأنا الأجازة كتير مننا بيستنى الأجازة فبنستنى وبيستنى أولادنا كمان وقت الأجازة باعتبرها الأيام اللي بيلتقت فيها الناس الأنفاس الأهالي بيلتقتوا الأنفاس من كتر المشاغل والأولاد بيلتقتوا الأنفاس من كتر الضغوط المتعلقة بالدراسة وبنروحة نفسنا بأشياء كتيرة جدا جدا في الأجازة دي إن احنا نعمل هواياتنا اللي ما كناش قادرين فيها أو نسافر فنسافر عشان نجدد حياتنا وبنحس بالروحة بعد وقت طويل من العمل بس من أهم أركان الحياة اللي احنا لازم نأكد عليها الدور المهم جدا جدا في بناء الشخصية شخصية أولادنا وبناء حتى شخصيتنا إحنا إن الدور المهم جدا للأجازة الأجازة مش محتاجين عشان نأكد على دورها إن احنا نعلي جدا جدا سقف الضغوط اللي بتبقى علينا عشان نقول إن الأجازة دي مهمة لإنها بتخلصنا من ضغوط ولكن الأجازة دي جزء أساس في حياتنا وهو ما تكلم عنه لدرجة إن هي المسؤولة عن الترويح لدرجة إن الترويح عشان نعلي من شأنه سميت الصلاة بشكلها الصحيح إن هي راحة أرحنا بالصلاة يا بلال فمسألة وجود الراحة وكون الأجازة بتقوم بدور تحقيق الراحة لنا يخلي الأجازة عنصر أساسي في حياتنا ساعات الأجازة بتفقد معناها لما مش بتقدي أدوارها في حياتنا بشكل صحيح فبدل ما تكون وقت للراحة بتبقى أحيانا وقت لإدمان الكسل وفرصة كمان لإدمان المتعة واللزات اللي ما كانش أولادنا بيقدروا يحصلوها في أوقات الدراسة زي إدمان السوشيال ميديا والألعاب الألكترونية على سبيل المثال هما قريدي زي ما بيقولوا كده هما مدمنين حتى في الدراسة بس بيزداد بقى الإدمان دوته ويبقى يوصل لأعلى درجاته في الوقت ده لدرجة خلاص بيبقى ابننا ملتسق بقى حاجة كده زي التوقع من ملتسق بتاعه مع أجهزة الكمبيوتر وأجهزة الهواتف الزكية احنا لازم نكون منتبهين لده هي الأجهزة مش جاية عشان الأنتخب المناسبة الأجهزة جاية عشان تعمل دور تاني خالص من أهم وظائف الأجهزة اللي احنا أكدنا عليه الراحة والراحة مفهومة عندنا مليء بالاحتلال للمفاهيم فساعات بنحتل مفهوم الراحة بالأنتخب وساعات بنخلي مفهوم الراحة هو عدم العمل وساعات بنخلي مفهوم الراحة هو أن أنا أبعد وانعازل والثلاث ما فيهم غلط عن الراحة الثلاث ما فيهم غلط عن الراحة الراحة مش هي عدم العمل ومش هي الأنتخب ومش هي الإنعزال الراحة هي أن أنت تعمل الحاجات اللي تفتح عليك أبواب السعادة الراحة هو ان انت تحس ان انت بتعمل حاجات بتشرح صدرك بتخليك مقبل على الحياة ولذلك احنا بنرتاح لما بنسعد مش بنرتاح لما نتوقف عن الحياة او نتوقف عن العمل فالاجازة مش فراغي عن عدم لكن الاجازة لازم نعرف اولادنا ان الاجازة مش حالة من حالات تفريغ الانسان لكن هي حالة من حالات ملء الانسان بالاشياء التي تسعده الاشياء التي تجعل حياته اكثر اتساعا اكثر تنوعا نتعارفين ان احلى حاجة في الاجازة هي ايه احلى حاجة في الراحة هي ايه اللي هي بتوسع الحياة الشخص اللي ماشي زي الاطر في الشغل بيحس ان حياته ضيئة ولزي كحضرت النبي صلى الله عليه وسلم علمنا اننا نروح نروح النفسنا ويخلينا لا نشد هذا الدين ولا نأخذ المسائل بغلظة ولكن علينا ان نروح القلوب ساعة وساعة يبقى ايزا لازم نفهم اولادنا ان الاجازة مش فراغي يحصل لنا بتفريغ انساني من كل المعاني الحقيقية للحياة لا فنرجع لما نحب نرجع للشغل بقى نجد مهاراتنا صدت لا نحن بنحاول نرتاح عشان مهاراتنا نقدر نستثمرها ودوت مش معناه كمان ان احنا نتخلى عن قيمنا وتبقى قلوبنا قل فيها العيش وقل فيها حب الحياة ونبتعد عن ان احنا نكون جدين ونكون بنعمل بشكل فيه كما قال صلى الله عليه وسلم ان الله يحبه اذا عمل احدكم عملا ان يتقنوا فالاجازة جزء مهم من حياتنا بيوصل قلوبنا بالله وبيخلينا موصولين بالحياة ازاي بقى ان الراحة اللي موجودة في الاجازة بتخلينا نعيد نظرنا الى نعم الله مرة تانية ونحس ان ربنا مش هو اللي ضغطنا على فكرة اه ده حاجة مهمة جدا احنا اللي ضغطين نفسنا احلى حاجة في الاجازة واحلى حاجة في الراحة ان احنا نفهم ان الضغط ده مننا احنا مش من الله فما نتعرضش مثلا الاستسقال اللقوع للانشطة زي الدراسة والعمل بعد الاجازة لما نحس ان احنا اللي ضغطين نفسنا ليه طيب لان في الاجازة بنقدر نحس ان احنا فيه ساعة في الحياة بس احنا اللي مش شايفنا بس بالعكس هنجد نفسنا نستطيع أن احنا نرجع إلى أنشطة كنا ركناها وصدت لكن نستطيع أن احنا نعملها في الأجازة عشان تجدد حياتنا ولذلك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم علمنا الاغتنام اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك فعلمنا حضرت النبي أن احنا ناخد من الفراغ عشان نعمله حالة من حالات الادخار وتزوده فإن خير الزاد التقوى أنا أكتر حاجة شفتها بتمل القلب بالتقوى الأجازات بس لما تتعامل صح لما تبقى الأجازة هي مساحة عشان تشوف قد إيه نعم ربنا عليك مساحة عشان تشوف قد إيه ربنا سبحانه وتعالى جعل الحياة أوسع بكتير من الضيق اللي انت عايش نفسك فيه فساعتها هتشوف أن الفراغ ده اللي ربنا سبحانه وتعالى وهبك إيه هو المدد اللي انت ممكن تحس به أنه هو بيجعل هناك فرج كتيرة ويفرج الكرب عليك وانت في الشغل ومن أهاء عشان كده من أهم وظائف الأجازة في حياتنا أنها بتحررنا من أسر الضغوط اللي سببها الإفراط في الأشياء وكمان التفريط في الأشياء فالأجازة ما تخلناش عبارة عن عبيد ليه أوهمنا عن الحياة لا نتحرر من ده ونحس بإن إحنا معانا مدد الله سبحانه وتعالى فما تخليش أوقاتنا كلها أوقات ضغوط وأوقات تعب ويبقى جهدنا كله في الحياة في جانب واحد بس لا بتتوسع نظرنا وعشان كده أنتوا عارفين من أكتر الحاجات اللي بتعمل له أجازة أن نتخرجنا من ضيق النظر ولذلك هو ضيق الرزق من قسر النظر فنخرج من ضيق ده فنعمل إيه فنشتغل طول الوقت وما ننساش علاقاتنا الأجازة تيجي وتفتجدد علاقاتنا بس إحنا في الأغلب بنعمل إيه بنشتغل وننسى علاقاتنا فتيجي الأجازة وترجعنا للوضع الصح اشتغل بس ما نتنساش علاقاتك أو ننسى إن إحنا نهتم بصحتنا الأجازة تخلينا لا ده إحنا بنأكل بشكل متزن وكمان بنتحرك وكمان يبقى الأجازة كمان قامت بدور إيجابي جدا 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 بإن إحنا تخلينا بنقف على باب الاتزان وبتخلينا كمان ندوء النعمة نعمة ربنا علينا في كل الحياة حضرت النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ده علمنا إن إحنا أي حاجة بترجعنا للاتزان ومعرفة الحقوق اللي موجودة في حياتنا ده شيء من قبيل الراحة والسعادة زي ما حدث النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إن لنفسك عليك حقا وإن لربك عليك حقا وإن لضيفك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا فأعطي لكل دي حقا حقا فالأجازة بترجعنا تاني إلى إيه؟ بترجعنا إلى عالم الاتزان في بعض الناس بيحس إن الأجازة بتخرجوا عن الحياة فيبقى تقيل عليه أو إنه ويرجع للعمل لأنه ما ممشيش بفكرة الاتزان دي اللي هي فكرة إيه؟ إن أنت الأجازة لها وظيف إن هي تحسسك بنعمة ربنا فلما تروح الشغل كل محد يجي ضغط عليك تقوله إن معي يا ربي ساهدين رب اللي أسعدني في الأجازة مش هيخليني أحس بإن الضغط اللي في العمل ده هو دوت التأثير الموجود الأساسي في حياتي محدش هيقدر يتحكم في حياتي ربنا خرجني من هذا الأس فأنا مش أسير لحد فإن اللي حاصل فأحس إن كل الضغوط اللي عندي دي ممكن أشوفها بشكل تاني من باب نعمة ربنا سبحانه وتعالى فالأجازة مسؤولة عن تقديد علاقتنا بنفسنا وتقديد علاقتنا باللي حوالينا بدلا ما احنا شايفين العلاقات فيها أسر وعبودية لا نشوف العلاقات بتحرف ونشوف العلاقات كمان بمدد من الله سبحانه وتعالى وساعتنا نحس إن الأجازة جاية عشان تنغمس في العيش بلا حول ولا قوة إلا بالله فتبقى الأجازة جزء من جددوا إيمانكم بذكر لا إله إلا الله فتبقى الأجازة جاية عشان ما أقول لا يومين تلاتة ولا ساعتين تلاتة ولا أعدى مع الأهل تخليني أرجع تاني أحب الحياة وأشوف الناس بشكل تاني آه لإني ده مدد ربنا سبحانه وتعالى فالأجازة بتجدد أزهاننا ونشاطنا وبتجدد نظرتنا للحياة وبتخلينا قادرين نفكر بشكل أحسن وعيد النظر في حياتنا كلها ونقيم اختياراتنا فنعدل ونختار بشكل تاني يا ساد الأجازة من أهم الحاجات اللي إحنا بتعلمهن إن الأجازة باب لي باب مفتوح واسع جدا جدا للتعرض للنفحات الله الأجازة بتعلمنا إن إحنا نتعرض للسعادة أنا دايما بقول لما بنسمع قال إن لله في أيام دهريكم للنفحات بحس جدا 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 إن الأجازة فيها نفحة نفحة إيه مش نفحة الهواء اللي بشوفه وأنا مسافر لكن نفحة إن ربنا بي سبحانه وتعالى بيقول لي اللي إنت كنت تفكره آخر الحياة وإن أنت خلاص بقيت شغال في سقية الحياة أو ابنك حس خلاص إن الدراسة دي تهي عبارة عن شبح بيلحقه في كل وقت إحنا خرجنا من بيت الأشباح ده خرجنا وتحررنا من ده وعرفنا إن كل ضغط لي راحة بعده ولي سعادة بعده فتعلمنا المعنى ده للحياة فتعلمنا إن إحنا نضيف لحياتنا قيم جديدة تسعدنا وتفرحنا وتخرج أحسن ما فينا الأجازة من أهم الأشكال للتعرض لنفحة الله لإنها بتخرج أحسن ما فينا ونزيك الشخص اللي فهم يعني إيه أجازة بيروح مع أولاده ويخرجوا وهم الاتنين أحسن ما فيهم بيخرجوا الحب والقرب ولزيك الأجازة من أكتر الأوقات اللي لازم يزيد فيها التعبير عن الحب لأولادك ومن أكتر الأوقات اللي أنت لازم تعلم أولادك إن هم يعبروا عن الحب مش إن هم يروحوا بعيد عنك لازم تعودوا مع بعض وتعملوا أنشطة مشتركة طب إزاي إن ربي أولادنا إن الأجازة حياة يعني إن الأجازة جزء مهم في حياتنا إن إحنا نحاول أن ربي أنفسنا وأولادنا على ستة أمور أول حاجة تجديد الفرح بنعمة الله من أكتر الأوقات اللي ممكن نكون مهيئين فيها ونهيئ أولادنا إن هم يشوفوا نعمة ربنا هي وقت الأجازة ولذلك حضرنا مع أولادنا ومشاركتنا معاهم في اللعب وفي كل الأشياء دي بتحسس عارف أنت لما تكون أنت حسس أن الأولاد مش حسين بوجودك معاهم فتروح تلعب معاهم يحسوا أن ربنا منعم عليهم بأنهم عندهم أب لما تيجي تلعب مع أولادك الأولاد بيحسوا أنهم عندهم نعمة الأب وعشان كده حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي كان يلعب مع سيدنا الحسن والحسين فييجي سيدنا أبو بكر يدخل كده وحضرت النبي يا جمالك يا حضرت النبي ويا نورك ويا حلاوة الدرس اللي بتعلمه لنا حضرت النبي حضرت النبي حضرت النبي اللي هو قدامنا دلوقتي أشيل نعله فوق دماغي حضرت النبي ماشي على أربع ومركب سيدنا الحسن والحسين على ظهره إيه ده فييجي سيدنا أبو بكر يعني هذا المنظر ما يقدرش يتحمله إلا أنه يجي لحضرت النبي فيقول حضرت النبي فيقول فنعمل جمل وجمالكما يا سلام حضرت النبي صلى الله عليه وسلم حضرت النبي بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم تخيل كده لما الأولاد يحسوا بإن إيه ده بابا اللي احنا كنا شايفينه بعيد عننا بقى قريب مننا وكده بيلعب زينا ده الحياة حلوة والحياة كمان فيها سعادة وفيها هنة بدل ما احنا طول الوقت فاكرين أنه وشه وشه اللي تعبان ده بيخلينا نحس أن الحياة كئيبة وحياة مفاش لا ده الحياة فيها فرح فدرس الفرح ودرس السعادة بنعمة ربنا بنتعلمه في الأجازة مع بعض تاني حاجة الاقتراب من الحياة ولذلك كان من الجميل والمفيد أن بعض الأهالي كانوا بيتوح لأولادهم في أجازة أن هم في بعض الأحيان يتخيل ننزلوا معهم الشغل يعني الناس اللي عندهم مهن تسمح لأولادهم أن هم يكونوا معهم بس ما تخضوش أولادكم معاكم من الشغل اللي هو الشغل للحكومة اللي ما فيش مكان للأولاد ويبقى ده التعطيل في الشغل لا يلاحظوا عن أن هم اقتربوا من بيئة العمل وياما أولاد اتربوا كرجال لما كانوا مع أولادهم مع أباهم بيشوفوا بيئة العمل وحياة الناس الكبار شكلها إيه ويتعلموا التواصل ويتعلموا إزاي دي ينتقل لهم الخبرات وكده حياة الثالثة أن هم يجربوا نجرب مع بعض وندعم أولادنا أن هم يجربوا ويكونهم أنشطة أنشطة ومهارات زي إيه زي أن هم يجربوا أن هم يبيعوا ويشتروا ودلوقتي بقت الحاجات كتيرة ممكن يعملوا كده أو أن هم يعملوا حاجة ويبيعوها أو يمرسوا هواية يرسموا وبعدين يعملوا الكلام ده ويعملون له معرض المهاراتهم دي نكتشفها وندعمهم فيها عشان يحسوا بنعمة الله في نفسكم وفي أنفسكم قفلاته بصرون نعلم الأولاد أن هم يبصوا في نعمة ربنا في أنفسهم وده ما بيبقاش متاحه في الدراسة لأن في الدراسة مذاكرة 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 لكن في وقت الأجازة ممكن نكتشف مهارة في الأولاد أو معنى مش ممكن نكتشف وغير في لقد ده رابع حاجة أن احنا نعمل تعلم متبادل بيننا وبين أولادنا نعمل ساعة كده هو في الأجازة أولادنا يقولوا حاجة ويشرحوها من اللي تعلموها حتى لو تعلموها في السوشيال ميديا حتى لو تعلموها في التكنولوجيا وإحنا نتبادل معهم شيء من يعني لو قلنا سؤال كده إيه أكتر حاجات العادات اللي احنا عايزين نتخلص منها فالأولاد يقولوا العادات اللي عايزين نتخلص منها كيت وكيت وكيت وهو يقول كذا ويقول تجربته إزاي نقدر نتخلص ده شوفوا قد إيه ده وقت هيتسبب في ندوك أولادنا وإزاي ده يبقى أدامي أدوات الندوك خمس حاجة إن إحنا وقت الأجازة ده يبقى وقت سيانة العلاقات سواء سيانة علاقتهم مع بعض سيانة علاقت الإخوات مع بعض أو سيانة الأولاد علاقتهم بينا وإحنا سيانة علاقتنا بيهم بإن إحنا نتسأل عليهم ونقعد ونسمع منهم وقت أطول ونخلي الأجازة دي مليانة أنا بحب مصطلح إن الأجازة تبقى عمرانة عمرانة إيه عمرانة علاقات فالعلاقات تتعمر فكل ما العلاقات دي تعمرت في الأجازة كل ما حسنا بالقرب من بعض كذلك فاحنا لازم نصنع علاقتنا بشكل واضح كمال يا سلام بقى لما نيجي بقى ومن أكتر الحاجات المؤثرة في علاقتنا بالأجازة وعلاقة أولاد نبينا بالأجازة حاجة لطيفة أواء أوي حضرة النبي علمهن حضرة النبي سابق السيدة عائشة وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم عمل ذكرى لسيدنا الحسن حضرة النبي كان يحب أن يصنع أن يجدد وأن يصنع وأن يصبر ذاكرة أحبابه وباطن أحبابه يملأ بالنور بالحاجات السعيدة الحاجات المليانة بش فرسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل ذاكرة لسيدنا الحسن يخليه يتقدم كده سنين قدام فيقول حضرة النبي إن ابني هذا سيد وسيصلح الله بيه بين فئتين فتفضل اللحظة دي منقوشة بالنور في قلب سيدنا الحسن ونفس الحكاية يعمل ذكرى مع السيدة عائشة فيتسابق معه فيقول لها هذي بتلك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم كان مع كل أحبابه يصنع الذكريات فلازم نعلم أولادنا مهارة صناعة الذكريات وأفضل وقت ممكن نصنع فيه الذكريات هي هو الأجازة يبقى كل ما صنعنا الذكريات جميلة مع أولادنا وأحبابنا وبقى دي مهارة عندهم هيعرفوا إزاي يوصلوا لدرجة حب الحياة إذن لازم نعمل ده وعشان نقدر نعمل ده إياكم تعملوا أجازة من غير خطة لازم الأجازة تبقى مليانة دسمة دسمة يعنيه بلاش الأجازة الفرغة اعملوا برنامج محترم للأجازات وكل ما تعملوا برنامج محترم للأجازات الأجازات دي تخليكم تعيدوا للحياة وكأنكم لسه مولدين بنور وبركة وتنسيكم كل اللي فات وتخليكم أبناء وكأن وأصبحتم موليد جداد فده شيء مهم جدا 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 لازم نعمله إجراء تاني لو سمحتم الأجازة أفضل وقت لدعم أولادكم وفتح لدعم أولادكم تدي تاني حاجة تالت حاجة الأجازة دي أفضل وقت ممكن تفتحوا فيه حوار وتعيشوا مع بعض وكمان رابع حاجة لازم تخلي أولادكم يبصوا على علاقتهم ويفكروا في علاقتهم وإزاي يحسنوها وإزاي يجددوها وكمان نعاود نفسنا أولادنا على عدد جميلة بتوسع رؤيتنا للحياة عندي حاجة دايما بقولكم عليها زي أفكار الصباح والمساء وأفكار الصباح والمساء إن احنا مثلا نتفكر في المستقبل والسعادة وكل ما نقشنا ده مع بعض كل ما بقت عندنا ذكريات حسنة وجميلة كلام على الأجازة كلام مبهج وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالي جعل لكم نور وبركة حابب إن كل إن الناس تتفرج النهاردة على حلقتنا وحنا بنتكلم عن الأجازة لإن في الحقيقة ده وقت وقت إن احنا نتعلم إن الأجازة مش عدم مش فراغ الأجازة مش فصلان الأجازة نور من الرحمن وهبة وجمال وكمان نور من أنوار الامتنان من الله سبحانه وتعالى الرحمن لازم نعيش الأجازة كده وبلاش تخصموا الأجازة من حياتكم لإن لو خصمنا الأجازة من حياتكم عطفت للأجازة واجع إحنا عايزين نخلي الأجازة وسع ما تخلوش الأجازة واجع لإن انتوا حاسين إن الأجازة تخلص ونرجع لوجع القلب تاني لأخلوا الأجازة تفضل فيه معاكم لما الأجازة تصبح مدد من الله سبحانه وتعالى في حياتكم يا سادة إحنا عندنا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بن نامج ولا تعسره إن ما تلقى عليها أسئلتكم مباركة وتفضل جسد منور ومبارك بنا ما ينقطعش مدد ربنا عليه أبدا ومعانا أول سؤال معانا النهاردة أستاذة مين أستاذ عادل يتفضل أستاذ عادل أستاذ عادل أم معاك أم معاك يتفضل يا أستاذ عادل أنا متابع من برنامج حضرتك وكذا مرة أتصل وبعدين يجي صلاة العصر ويقولي لي هتصل بيك فأروح أصلي صلاة العصر وأصابكم طيب كوي سوى الحين أهو قبل صلاة العصر عندي ولدين تفضل واحد عنده عشرين سنة والتاني عنده ستاشر سنة ودعتهم من الصلاة كتير يعني اللي معاك ستاشر سنة ده بحاول أخذوا معاك الصلاة معاك كتير وبيجي بيستجيب شوية وشوية بيقطع والتاني بقى بلا استجابة أقوله أنا دعيت ما فيش حد دعيته للصلاة بالطريقة اللي أنا دعت بها دي إلا وصلا إلا أنت يصلي للفجر حضرتك بتقوله كده آه بيصلي للفجر طب تعالى ننتفق مع بعض باعتبار أننا باعتبار أننا أب بس قديم شوية عنك يا أستاذ عادل تعالى ننتفق على أول إجراء بالله عليك ما تقوله الحكاية دي تاني ما تقولهش أننا وكأنك بتقوله أن أنت أسوأ حد أنا نصحته في حياتي يوه عيفهم كده أنت ما قلتلوش كده بس هو صرته عن نفسه أنه هو أكتر واحد وحش آه فممكن يحصل له إيه إذا كنت أنا وحش عروح أصلي ليه يعني أقفل عشان يسمعوا هم هم عادين بيسمعوا دلوح يا سلام يا سلام خليم لا لسه إذا كان ده السؤال خليهم هم يسمعوا معايا وخلاص فإذا كان ده السؤال يا أستاذ عادل هو ده السؤال هو ده السؤال طيب خلينا مع بعض لو أنت عايز حدك تقفل وتسمع معهم تعالى نسمع مع بعض أستاذ عادل أنا عايز أقول له حدك حاجة في بعض الأحيين إحنا بنقول لأولادنا حاجات ولكن إحنا مش متمررين إزاي نعمل لها إجراءات تتناسب معها يعني أنا بقول له أنا عايزك تحب ربنا فهو وإحنا قاعدين نفهمه الحب طول الوقت الحب إن الواحد يعمل الحاجة بقردته فيقول لي طيب يبقى أنا لما أحب ربنا عروح أصلي بقردتي عروح أصلي وأنا بحب ربنا فجأقول له بس أنا خايف عليك خايف عليك من عذاب ربنا يقول لي أنت مش قلتلي أن ربنا بيحبني وإنت دلوقتي بتقول لي أن ربنا يعزبني طيب أنا كده مش فاهم هو بيحبني ولا يعزبني فالحل ببساطة خالص إن إحنا نعمل ثلاث حاجات أول حاجة ببساطة خالص عشان نكلم أحبابنا عن جمال ربنا فنكلم ربنا قديه بيحبنا وقديه بيعطينا وقديه بيوسع علينا وقديه بيكرمنا لأن على فكرة إحنا عايزين نحب ربنا عايزين نعبد ربنا لأن إحنا عبيده مش عايزين نعبد ربنا لأن إحنا بينا وبينه بيزنس فإحنا عبيده إمتى لما نحب سيدنا اللي عمل لنا كل حاجة هنحب سيدنا اللي مازال حتى الآن لما أجي أععف ونصيبه يلحقني هنحب سيدي اللي هو بيعطيني من غير ما يحسبني على كل صغيرة وكبيرة ولكن هو طول الوقت بيقول لي حبيبي أنت لو أتيت أنا قابلتك فأوكتر حاجة لازم نعملها نسمع أولادنا إن ربنا بيحبنا وإن ربنا سبحانه وتعالى بيمدنا وإن ربنا يحسبنا أبي يحسبنا بس يحسبنا كمان حسب المحب فإحنا لازم أولادنا يحبوا ربنا ويعرفوا ربنا سبحانه وتعالى تاني حاجة لازم أولادنا يحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتالت حاجة لازم نسيب أولادنا يسيروا في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى لأنهم مكلفين زينا مش إحنا مكلفين عنه التلات حاجات دي مهمة جدا في تربية أولادنا وتعودهم على الصلاة ونفضل ننصحهم ولكن بالحكمة والموعظة الحسنة بعد الفاصل نكمل أسئلتنا مع حضراتكم ونفضل دايماً في مجلس العلم معنا الأستاذة عزة أستاذة عزة أستاذة عزة طيب معنا الأستاذة أميرة السلام عليكم أستاذة أميرة تفضّاري السلام عليكم طيب أستاذة أميرة أطمع بس أن حديك توطي التلفزيون وتسمعيني من التلفون تاني كده مستمع كويس اسمه قول لي لي تاني يا استاذ اميرة الجواز عمتا ما له الجواز اي شيخ انا من الجواز انا عندي خمستاشر سنة اي وبعدين وبعدين انا بعدين اتجاوزت اه كان عندي ذهب وذهب السرق من بيت اهل جوزه وتهموني ان انا اللي احده وابويا قصدني اصلا على الجوازة دي وجوزي موقفش الظهري ولا اي حاجة خالص انا عندي 24 سنة دلوقتي اشرا بيعمل البطاقة ولا قسمة جواز ثانية يعني انت ما عندكيش قسمة جواز اصلا معايا قسمة بالذلية حس ان مش متوثقة لان انا ما جيت قسمة بنتي ماردوش اعترفوا بيها في الواحدة وماردوش يسجلوها لي لا حاول ولا قوتها الا بالله وانا مش اقول لما انا كلمة ابويا مهم الخالص جاء ومهم الفيه وبحق يعني تحقق كل حاجة وجوزي برضو عادي بالنسبة لوجوزي اكبر مني بعشر سنين لا حول اخوة طب طب اسأليني السؤال يا اساسة اميرة ايه اسأليني اسأليني بتسأليني عن ايه ايه تعملي ايه في اللي انت في ده عايزة عارف ان اعمل ايه على ام اعجاب حضرتك على طول عجاب حضرتك على طول اول حاجة انت معاكي اسامة الجواز اللي عندك دي اسامة الجواز اللي عندك دي تقول لهم انا لازم يتوسق الجواز بتاعي ده لو متوسقش جوازك ده خد الاسامة اللي معاك دي واطلعي اسبتي حالة بهذا الامر لان في الحقيقة اللي حصل ده جريمة يعني ان انت تجاوز وانت عندك خمستاشر سنة ده جريمة اما وان خلاص الجواز حصل وعندنا بنت فالبنت دي ما ينفعش كمان ضيعة فايه هذا العبس ده ايه هذا العبس بالاعراض ده يعني ايه واحدة متجاوزة ومعندهاش وسيقة تثبت نسب بنتها يا اخي اتقل لا اي نوع من انواع الرجولة اللي عندك ده اللي انت مش عايز تثبت نسب بنتك اي نوع من انواع الرجولة ان انت لما جوزت واحدة وبقالها عشر سنين ويبدو ان هي استهلكت زي ما هو من صوتها ده استهلكت انسانيا لا عايز توسق جوازها فتخليها في مهب الريح ولا عايز كمان توسق نسب بنتك ولا تطلع لها شهادة ملاد دي عتدخل مدارس ازاي وتعيش ازاي دي ايه العبس ده ده عين الكبيرة انه من اعظم الاسم ان يضيع الرجل من يعول بتضيع مراتك وتضيع كمان بنتك انت عايز مراتك تعمل ايه عايز مراتك تنحرف يعني ولا عايز ايه بالزبط يا اخي ابتق الله في نفسك وروح اسبت نسب روح طلع شهادة ملاد بنتك ووسق الجواز بالمراتك عشان ده الف بيه رجولة الف بيه رجولة ان الواحد يحمي عرضه فلازم تحمي عرضك من ان حد يتلاعب بيه الرجولة مش انك انت تثبت ان انت قادر تخلف دي مش هي دي رجولة احنا عندنا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه وانت جوزت الست دي بعاهد الله اللي انت وعاشرون بالمعروف وده مش العشرة بالمعروف فاتق الله وابوك اللي جوزك عزبا عنك وانت في زن خمستاشر سنة ربنا احاسبه جوز واحدة غير مؤهلة للزواج والدليل على ذلك هي مش عارفة تصرف مش عارفة تصرف وبنتها هتعمل ايه بنتها ولا ابنها هتعمل في ايه دلوقتي في مستقبله اتقوا الله اتقوا الله سبحانه وتعالى ولا تعبثوا بالاعراض هذا عبث هتقوا الله سبحانه وتعالى واستوصوا بالنساء خيرا لان خصمكم معيكون حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله مين معانا؟ روحي بكفة الطرق اسبتي جوازك وطلعي شهادة بنتك على طول اسبتي جوازك وطلعي شهادة بنتك بأي طريقة مفيش حد يساعدك أبدا ولا يسمح ان انت تضيعي حياتك والضيعي كمان حياة بنتك هو لو متهاون من ده روحي واسبتي ده في المحكمة معانا يا استاذ عزة تتفضل السلام عليكم عليكم السلام عليكم اتكاته استاذ عزة انا كنت بس عايزة استفسر بعد اذنك على بنت ابتي واخد اجازة بحفظ القرآن كويس؟ هلقو؟ طيب بس هو الصوت مش عارف هل لو ان كنت كنت باشا شوية طيب تفضالي بقول لها حربتك بقول لها حربتك بنت ابتي واخد اجازة بحفظ القرآن كويس الاجازة دي انا مش لاقيه اللي هي الورق الريزبت اللي هي اخدت الاجازة دي وهي في امريكا بتشتغل داعية اسلامية واخدتها اثنين فاي عزة الاجازة دي انا ممكن اطلاحها منكم طيب يبقى انت حضرتك عايزة يبقى حضرتك حاضر هي اخدت الاجازة من مين؟ نعم انت حضرتك عايزة تطلع لها الاجازة دي عشان تشتغل بيها هناك؟ اه اه طيب الاجازة دي اخدتها من مين؟ مع الاجازات دي ممكن تاخدها من افراد؟ ايه؟ طيب الاجازة دي الاجازة دي ممكن تاخدها من افراد من مقرئين مسندين وممكن تكون واخدتها من مؤسسة ايه اخدتها من مين؟ وممكن تكون واخدتها من المؤسسة ايه اخدتها من مين؟ اخدتها من مقرئة طيب حد سمع ايه اخدتها من مين؟ طيب المقرئة بتاعتها لازم هي تبعت لها الاجازة بتاعتها ولازم المقرئة دي تكون عندها اسناد متصل ولازم الاسناد ده تكون معروف مش المقرئة دي بتكون فقط اقرأتها عشان تعلمها القراءة والتجويد لازم المقرأة دي أو أستاذتها دي لازم يكون عندها إسناد متصل طب هيا عشان إيه اللي حاصل تطلع لها تديها إسنادها ده هتبقى مشكلة لو أني مثلا المقرأة دي انتقلت وما كانت شدتها الإجازة فهتضطر أن هي تقول أن الإجازة شفاية لكن الإجازة المكتوبة دي لازم الشيخة بتاعتها ولازم المقرأة المعلمة بتاعتها هي اللي تدي لها الإجازة دي فقط ولازم تكون عندها إسناد متصل عشان هي تقدر تقرأ الناس ولازم الإجازة تكون إجازة بإقراء الآخرين مش إجازة بأن هي قرأة قراءة صحيحة لازم تكون عندها إجازة بالإقراء يعني عشان تعلم الناس الإقراء لازم هي تكون عندها إجازة بالإقراء وفي الغالب المقرئين أهل الإتقان ما بيدوش الإجازة بالإقراء غير لما حد يكون قرأ عليهم حفظا عشان يقدر يقرأ الناس في الغالب أهل الإقراء الجيد بيعملوا كده انه انت عايز تقرأ قراءات تكون انت سمعت علي بالقراءات واجستك بهذا فتقرأ الناس بالقراءات غير كده عن حفظ وليس عن قراءة في المصحف نعم استاذة راندا تتفضل من بو سعيد بخير الحمد لله الحمد لله استاذ راندا مولانا انا كنت اتجاوزة ومعي بنتين فحصل مشاكل بيني وبيني والزوز الاولاني فانفصلنا بسبب مصاريف طبعا لانبنات ما كانش راضي يعني يدرس كما يجبين طيب فحصل الانتطال وبعدها بالتنان سين اتجاوزت تاني وخلت طيب والنهار بقى انا اتجاوزت الجاوزة التانية وبناتي اللي كان الاولانيين مقاطعيني خالص مولانا معي سنهم كام بياناتك سنهم كام دلوقتي 14 والتنية 12 هو عاملين طبعا بلوكة على المضايل ما فيش توفى خلاص بني بينهم قليل اوي لو حتشوفتهم مثلا مضيبة عند مامتي طبعا بيسلم عاديين عند مامتك ولا عاديين عند زوجك عاديين عند مامتك ولا زوجك بين مامة وبين بابامي وبين طريقك وبين طريقك وما بين مامتك مش كده ايوه ايوه بس الاكتر عند مامة لانه هو ساب يعني الموضوع لامامة يعني الهم عليها بس المشكلة في انه هما مش رابيني تكلموا معي كويس كلما روح اتكلم معهم ما بيردوش أبدا يعود يقولولي وانتي مالك بي ما انتي مالك بي ما انتيش دعوة بي كده ايوه طيب انا عايز اقول لحضرتك حاجة هو طبعا ما فيش حاجة سمعها البكاء على اللبن المسكوب لكن انا شايف ان انتي كنت الاول خلص لازم تمهدلهم بمساعدة جوازك طب ايه اللي تعملي دلوقتي تعملي ثلاث حاجات اول حاجة تعمليها انك لا تقطعي ابدا تواصلك معهم لان ده اختبار من الاولاد هو قدي ايه انتي صبر عليهم قدي ايه بتحبيهم قدي ايه انتي عايزاهم قدي ايه مقبل عليهم فلذلك لا تقطعي ولا تغضبي ولا تحزني منهم لانهم اولاد عايزينك معهم طول الوقت كل واحدة فيهم بتقول انا لو صحيت وما لقيتكيش جنبي انتي فضلت هم دلوقتي بيقولوا ان انتي فضلت نفسك عليهم فانتي لازم تبين لهم ان انتي كنت وما زلت بتحبيهم يبقى انتي لازم تتواصل معهم يبقى اول حاجة ده يوم انت التواصل تاني حاجة ببساطة خالص اياك تدخلي في معركة مين اللي عصاكم علي خالص يكفي موقفهم في قراءة جوازك ده انهم يحصلون كده امر التاني انا احنا بنتعامل مع اولاد وعيهم اقل فلازم تغيري من نمط تعاملك معهم ان انت تقرابي منهم وتشوفي بعض الاشياء اللي هم بيحبوها وتتعامل معهم بيها تالت حاجة هو مسألة اتكلام معهم على ان المستقبل فيه امان وان انت دايما معهم في مستقبلهم لان ده لو ما حصلش هيعمل مشكلة كبيرة في حياتكم يا سادة احنا اتكلمنا النهاردة عن الاجازة والاجازة ازاي تكون باب من ابواب تجديد الحياة والاحساس بنعمة ربنا ورؤية نعمة ربنا وتجديد الحياة وتجديد العلاقات وتجديد النظر للاقتنا بكل شيء وكل مفردات الحياة يا سادة استثمروا في اولادكم وعندكم وقت عالي الاستثمار ووقت الاجازة ارابوا من اولادكم وتشاركوا معاهم وعيشوا معاهم حياة تذكرهم بنعمة ربنا وصنعوا الذكريات عشان الذكريات دي هتكون مدد ليكم وليهم في مستقبل الايام يا رب جعل ايامنا كلها سعادة ونعمة وفتح وتوفيق وسداد بمددك ونظرك الينا يا كريم يا ودود يا رب العالمين